امت الله من العراق تقول هل يجوز الدعاء على الظالم وانا في العمرة اخت الفاضل امت الله اولا بالنسبة للدعاء على الظالم مشروع فالله جل وعلا اذن للمظلوم ان يدعو على من ظلمه ولذلك قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم والانبياء دعوا على من ظلمهم مثل نوح عليه السلام قال ربي اني مغلوب فانتصر فانتصر الله له النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش قال اللهم اجعلها سني كسني يوسف فاصابهم الله عز وجل بالقحت والمحل حتى اصبعت مكة شهباء والانسان كأنه يرى ما بينه وبين السماء مثل الدخان من شدة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيجوز الدعاء على الظالم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات وذكر منه دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ثم يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين والدعاء للظالم سواء في العمرة في الحج في الصلاة خارج الصلاة في قيام الليل جاهز مشروع فانت اذا كنت في العمرة وطفتي حول الكعبة ودعوتي على من ظلمك لا حرج وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو على الظالم يذهب عند الملتزم اللي هو بين الباب والحجر الأسود هذا يسمون الملتزم هناك يدعو يدعو الله تعالى على الظالم يدعو الله تعالى على الظالم ولذلك هذا يعني هذه رسالة لكل ظالم أن يتق الله وأن يخاف دعوة المظلوم فالله جل وعلا من سننه الكونية القدرية أن يجيب دعوة المظلوم إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فيتق الله سبحانه وتعالى كل ظالم